السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغاني خبير اسواق المال في فقرة التحديث الصباحي لتحركات مؤشرة داوجونز الفنية على المدى القصير ليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من يوليو من العام الفين واربعة وعشرين إذن أخواني العزاء حتى اللحظة نشاهد مؤشرة داوجونز يحاول استئناف السيطرة على الزخم الإيجابي الصاعد وإذا نجحت الأسعار بتخطي مستوى الاربعون الف وثمانمائة باختراق مكتمل الشروط والأركان حينها سوف نشاهد صعود يستهدف مستويات الواحدة واربعون الف ومئة وواحد واربعون الف واربعمائة أما فشل تخطي الاربعون الف وثمانمائة حينها سوف يقود مؤشرة داول الدخول في ظل تصحيحات قد تعيد اختبار مستوى الاربعون الف وثلاثمائة في حال عودة الأسعار أدنى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم على فريم الخمستاش دقيقة إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا من يطيب التحيات وفي أمان الله